هذا وقطع رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن زيارة طول السعودية لمتابعة العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية المحتلة وفي الأثناء اعتبرت رئاسة الفلسطينية أن الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيتعو ثمنها الجميع وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التصعيد في الضفة الغربية يأتي استكمالا للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته محملا سلطات الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد مشددا على أن سياسة التصعيد وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات لن تجلب الأمن والاستقرار وطالب أبو ردينة الجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة